نقعد مع رئيس الجمهورية لاستقبل رئيس الحكومة سيد أحمد الحشيني واحكيها مرة ثلثة تقريبا في أسبوع في عشر أيام على نفس الموضوع والمرضي الرئيس كان واضح وتالب بتشريعات وهمني جدا موضوع نحب نعود نحكي عليه التفاصيل مع السندري كيف ما قلت رفيق البارح رئيس الجمهورية استقبل سيد أحمد الحشيني رئيس الحكومة ونستعرض نتائج مشاركة بلادنا في القمة الأفريقية بها دي سابابا لكنت مناسبة لإبراز الموقف التونسي الرسمي من عديد القضايا كما تترق خلال هذا الاجتماع سير العمل الحكومي ولجدول أعمال مجرس الوزراء القادم وفي هذا السيق شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في وضع تشريع جديد يضع حدا لما يسمى بعقود المناولة التي هي نوع من الرق كما قال سيد الرئيس أن سلم الاجتماع لا يمكن أن يتحقق إلا بالعدل والإنصاف لا بآليات وعقود لا عدل ولا إنصاف فيها برشة تعليق من بينهم يجب السير نحو الإسلاح فمليق قال تونس أو البلاد ألغات الرق والعبودية ولكن فعليا هذا مش سير ونفى بالتعليق هذا التشغيل في تونس أغلب فيه استغلال كبير ولكن ما فماش لا رقيب ولا حسيب قد نها أكثر من مرة كافينا من التشخيص اليوم رئيس الدولة يدعو رئيس الحكومة ويطالبه مباشرة بوضع تشريع جديد يضع حد لما يسمى بعقود المناولة اللي رئيس يؤكد على اعتبارها نوع من أنواع الرق غير لا نطوله في الموضوع لكن مهم نحكيه فيه لأنه سننتظر هذا التشريع لا يكفي أن نطالب بها محمود ريد فهم حاجات رب يذكر بالخير فاضل عبد الكافي كانت تصير بجرة قلم وهي حجم الحاجات اللي اليوم النجمون عملوه هو أول شيء تشريع للقضاء على عقود المناولة هذو ما اللي قاعدين لحقيقة يمشيوا ضحيتها آلاف المواطنين ورين الظروف وحكينا عن الظروف متاحهم في عديد المرات الأخرى دوك اليوم قانون رئيس الجمهورية بجرة قلم ينجم يحسن ويغير لوضاع متاع مئات الآلاف متاع التوينسة بجرة قلم نتمنى أنه التشريع هذا ما يخدش عام وعامين نتمنى أنه في ظرف وجيز ويتعدى على مجلس النووي بالشعب ويقع المصادق عليه وخلينا نتعديه المواضيع أخرى العديد من المواضيع نتمنى أنه في ظرف وجيز وقتل الرئيس يطلب معناه لجنة بتاع أخوه براع من عرشكون هنا يتلموا ويخدموا عليها 24 على 24 20 يوم شهر وبير شو مش نعملو نحن قانون بش يعطي للناس حقها بش يخو بيعي الاعتبار لكرهات الأمور المادية بتاع بعض الشركات خدخونا مش كيما الشركة تدور في 100 مليار كيما شركة تدور في 5 ملايين في العب ولكن يلزم يتضمن حق الخدمة فإنه اليوم رئيس الجمهوري النجم كيما قلت بجرد قلم في ظرف شهر ولا أقصى تقدير شهرين يخرجنا قانون 20 بالألاف هذا ما ننتظره لأنه الأرقام الكبيرة بالألاف الناس اللي مظلومة وحقها متاكل في علاقة بعقودها لموناء